استجابة للإحتياجات والخطط الإنمائية لرفع التحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية الناتجة عن العزلة ومن أجل المساهمة في زيادة معدل النمو الشامل الذي يسهم في القضاء على الفقر فقد جاءت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الأفاق الاتصادية بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للمصادقة الفنية على مسودة صفر لتقرير الرصد الأول لبرنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية وسيعكف المشاركون خلال هذه الورشة إلى دعم وتحسين هذه الوثيقة عبر إجراء فحص شامل لمحتواها بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان قال إن برنامج عمل فيينا هو برنامج مهم جدا للبلدان غير الساحلية في عملية مكافحة الفقر وتبادل مع العالم الخارجي مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعمل على إنشاء بنية تحتية مرنا في البلدان النامية عن طريق تعزيز الدعم المالي والتكنولوجي والتقني للبلدان غير الساحلية أما مسؤولة التقييم ومتابعة السياسات واستراتيجيات التنمية لدى وزارة الأفاق الاتصادية وشراكة دولية زهرع بكر سليمان قالت إن هذه الورشة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة صفر لتقرير الرصد وقالت إن هذا التقرير الأول يعكس التقدم المحرز في البرنامج صفر الذي سيقدم إلى الأمم المتحدة في نهاية هذا العام داعيتنا المشاركونة العمل بكل جدية من أجل إثرة وتحسين هذه الوثيقة